يعني لو احنا نقارن بين البدايات يعني لو هنشوف البدايات بتاعة حسام البدري مثلا وآهاب جلالو كيروش وفيتوريا ايه الحاجات انت شايفها في بدايات كل واحد فيهم يعني هو او يعني المتشبهة ما بيننا فيتوريا وهما الانتقادات اقل لفيتوريا اللي انه مدارب اجنبي يعني كمان فكرة مباراة زي الناجراء مباراة وديها في النهاية ما دارتش تحكم على الجهاز الفني فيه ما دارتش تحكم حتى على اللعيبة اللعيبة لسه بتتعرف هو هو كمدرب عايز يشتغل ازاي عايز لعبة تلعب اي شكل بشكل معين في جمل بين اللعبين في طريقة لعب معينة حركات معينة هو بيحفظ لسه لعبين وده اول معسكر لي مع المنتخب هيبان لسه الشغل ده اكتر مع الوقت بقى مع لعب مباراة رسمية واللعب مع منافسين اقوية ده كل الحاجات دي بتفرع مع المنتخب شوية يمكن الحاجة بتختلف عن فيتوريا حاليا او وجود حسام البدر اهب جلال الانتقادات اقل في النهاية هو مدرب اجنبي عندنا عودة الخواجع بالضبط يعني بغض نظر عن الاداء مع كابتن حسام كان عامل ازاي اهب جلال بس الناس كان الانتقادات طول الوقت قبل ما يبدأوا لكن مع فيتوريا شوية الهجوم اقل فيه هدوء اكتر في النهاية فيه هو كمان لو حتى فيه هجوم هو مدرب اجنبي دانوتج كيب ولا ايه نعم دانوتج ولا ايه يعني لا هو هو المدرب الاجنبي شوية كمان ما بيتأثرش بالانتقادات وما بيسمعش كتير لي للمشاكل اللي موجودة بحاول يتعامل معها بهدوء بيركز في الملعب اكتر يمكن حتى ازمة الحراسة المرمى للمنتخب مر بيها هو حتى راجل كان بيتعامل معها بهدوء جدا ولما تسأل على محمد عواد رد قال انه هو معجب محمد عواد لكن ظروف المنتخب الحالية واللعيبة فهو راجل حتى ما بيتجنبش الدخول فيه او الاجابة على الاسئلة اللي فيها اللي فيها مشاكل يعني اي مدرب تاني ممكن يقولك ده اختيارات الفنية وانا من حقي اختار لانا عايزه مش من حق اللاعب انه يعلق على الاختيارات لكن هو في انه يتعامل بهدوء مع المسألة فهو من راجل راجل واضح وهادي بيتعامل بهدوء اكتر من شخصية فيتوريا المعروفة عنه